اهلا بكم اعزائي المتابعين معكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم عن نقص الصفايح الدموية او ابروتش تو ثرومبوسايتوبانيا لو مريض جاي لك وقالو لك الحق ده الصفايح الدموية بتاعته قليلة تتصرف ازاي وتعمل فحوصات ايه عشان تقدر توصل للسبب بتاع نقص الصفايح دي وملحوظة كده احنا مش هنتكلم عن نقص الصفايح الدموية اثناء الحمل يعني موضوع نقص الصفايح الدموية وقت الحمل والولادة والكلام ده هنبقى نعمل عنه حلقة بعد كده ان شاء الله طبعا حلقتنا النهاردة مخصصة للاطباء حديث التخرج وما تنساش في البداية اعمل اللايك للفيديو بص يا سيدي في البداية لازم نعرف ان الصفايح الدموية دي بتطلع من البون مارو او النخاع العظمي زيها زي كرات الدم البيضة وكرات الدم الحمرة وبيتعيش في الجسم حوالي من 8 ل 10 ايام وعشان تطلع من النخاع العظمي بيبقى عايزة مواد خام زي فيتامين بي 12 والفوليت والكبر وده بيتم بمساعدة مادة بتطلع من الكبد اسمها تي بي او ولما تيجي تعمل تحليل لواحد لشخص طبيعي المفروض تطلع الصفايح الدموية بتاعته من 150 لربع 150 الف فلو قلت عن 150 الف فدي حالة ثرومبوسيتوبينيا لو كان الرقم من 100 ل150 الف بنقول عليها ميلد ثرومبوسيتوبينيا يعني نقص بسيط لو كانت من 50 ل100 الف بنقول مودرت ثرومبوسيتوبينيا لو كانت اقل من 50 الف واحيانا بيقولوا لو اقل من 30 الف فدي حالة ثرومبوسيتوبينيا وتعالوا مع بعض نعرف ليه الصفايح الدموية بتقل او امتى هتقل طبعا هتقل لو المصنع نفسه بالشغال البون مروا فيه مشكلة يعني مثلا نقص المواد الخاب مفيش فيتامين بي 12 مفيش فوليت مفيش كبر زي مثلا الناس النباتيين اللي مش بيأكلوا اللحوم ممكن يحصل معهم كده زي مثلا الناس المشردين اللي هم هوملس مالهمش بيت اللي في الشوارع دول زي مثلا الناس اللي عندهم مرض نفسي ولا حاجة ومش بيأكلوا ومش بيتغزوا بشكل كويس يا اما المصنع مش شغال بسبب عدوى في بعض العدوى تيجي على النخاع العظمي وتقوله ما تشتغلش تعمله سابريشان يا اما أدوية في بعض الأدوية تعمل كده يا اما انفلتريشان ماليجنانسي تيومر اي ورم سرطاني ولا حاجة يعمل بقر ثانوية في النخاع العظمي او مثلا حاجات زي اللوكيميا او حاجات زي الابلاستيك انيميا او ميلدوس باستيك سندروم اي مرض في النخاع العظمي يخليه ما يشتغلش ممكن يحصل نقص في الصفايح الدموية بس نخلي بالنا في ملحوظة ان في الحالة دي غالبا مش بيبقى الصفايح الدموية قليلة لوحدها يعني ممكن تلاقي كرات الدم البيضة قليلة هي كمان وممكن تلاقي كرات الدم الحامرة هي كمان قليلة الطريقة التانية ان المصنع نفسه شغال لكن بعد الصفايح ما طلعت ووصلت للدم اتكسرت في حاجة كسرتها زي مثلا الاميون ثرومبوسيتوبينيا تكسير مناعي للصفايح الدموية سواء كانت الـ ITB يعني مفيش اي سبب تاني هي لوحدها كده وخلاص ياما secondary ITB بسبب تاني زي برضو في بعض الادوية تعمل secondary ITB زي الكنين وزي الريفامبسين وزي الفانكومايسين وغيرها هنبقى نتكلم عنها بعد شوية كمان في بعض العدوى تعمل كده زي الـ HIV وزي هباتايت السي وغيرها كمان بعض الامراض المناعية والالتهابية زي الزئبة الحمرة مثلا وزي الروماتويد وزي الانتيفوسفوليبسندروم وغيرها برضو من الامراض ففي الحالة دي السبب بيبقى يعني بعد ما طلعت من المصنع اتكسرت لسبب ما يا اما الطريقة الثالثة اللي هي احنا عارفين ان الصفايح الدموية بتاعتنا اللي في جسمنا تلتها تقريبا بيبقى جوه الطحال والتلتين بيجروا في الدورة الدموية فلو حصل تدخم للطحال لأي سبب واحد عنده مرض في الكبد مثلا فحصل له بورتال هايبرتينشن واحد عنده انفكشن واحد عنده لنفومة اي حاجة خلت الطحال يتدخم عن حجمه الطبيعي ممكن ده يجمع صفايح كتير جوه الطحال وبالتالي الكمية اللي في الدم تقل يا اما الطريقة الرابعة اللي هي ديليوشنال كمية الصفايح الدموية طبعية لكن احنا قعدنا ندي للعيان محليل كتير محليل كتير محليل لحد ما حصل دليوشن بقى فيه تخفيف للصفايح الدموية او مثلا عمالين ننقل لكورات دم حمراء او منتجات دم تانية كتير بدون ما ننقل صفايح دموية ففي الحالة دي السبب دليوشنال كوزيس يا اما الطريقة الخامسة حاجة اسمها كونسومشن يحصل استهلاك لهذه الصفايح الدموية يعني الجسم بيكون جلطات جديدة وعشان بيكون جلطات جديدة فهو بياخد الصفايح الدموية يدخلها جوه الجلطات فالسبب هنا مع ان فيه نقص في الصفايح الدموية السبب ان فيه جلطات عمالة تتكون وطبعا دي حالات معظمها بيبقى حالات خطر وحالات محجوزة في العناء المركزة زي مثلا حالات وطبعا كل الحاجات دي هنقول عليها نبزة صغيرة كده أثناء الشرح يا اما الطريقة السادسة والأخيرة هي مرض جيني أو وراسي بيخلي الصفايح الدموية وليلة لكن دي حاجة نادرة جدا جدا بس اعرفها من باب العلم بالشيء وطبعا ممكن يبقى فيه أكتر من سبب في نفس الوقت يعني مثلا واحد عنده عدوة معينة ممكن العدوة دي تعمل تكسير طرفي للصفايح الدموية وفي نفس الوقت تعمل يعني تخلي المصنع ما يشتغلش وفي نفس الوقت تكسر الصفايح اللي موجودة في الدورة الدموية يعني ممكن يجتمع أكتر من طريقة لنفس السبب طيب يا دكتور بعد انت ما قلت كل ده ما قلت لناش لو جالنا مريض والصفايح بتاعته قليلة هنعرف السبب منين بص يا عمي بندو الموضوع محتاج تركيز شوية كده فانت لو عايز تشرب شاي ولا قهوة اعمل كوباية شاي وتعالى وهاتلي مع الكوباية اولا الخطوط العريضة لو مريض جالك وجاب لك تحليل فيه الصفايح الدموية قليلة والمريض نفسه كويس جدا مافيش فيه أي مشاكل ومافيش فيه علمات نزفية ولا أيها الشيء والتاريخ المرضي ساليم تماما مافيش أي مشاكل من أي نوع ممكن تسبب نقص في الصفايح الدموية وانت فحصت المريض بتاعك وجايته كويس تماما مافيش فيه أي مشاكل زي ما هنتكلم بعد كده عن الفحص والتاريخ المرضي المهم المريض بتاعك كويس جدا يبقى أول حاجة تعملها انت تعيد التحليل لان فيه حاجة اسمه السودو الثرومبوسيتوبانيا يعني مشكلة في التحليل غلط في التحليل ساعات بيستخدموا حاجة اسمها ايدي ده كده بتخلي النتيجة تطلع غلط او مشاكل تانية فيه اثناء التحليل تطلع النتيجة غلط فالمهم ان المريج بتاعك لو ما فيش فيه اي مشاكل خالص من اي نوع ولا اي دلالة على الثرومبوسيتوبانيا يبقى عيد التحليل ده رقم واحد طب احنا عدناها يا دكتور وتأكدنا ان الصفايح قليلة نعمل ايه بقى يا عم ما انا جاي لك في الكلامة او لو انت تأكدت ان التحليل مزبوط والراجل عنده ثرومبوسيتوبانيا فاحنا هنقسم المريض بتاعنا تقريبا كده لحالتين مهمين اول حالة لو برضه المريض جاي لك انت تأكدت ان الصفايح الدموية قليلة لكن كرات الدم الحمرة كويسة وكرات الدم البيضة كويسة والراجل معندوش تاريخ مرضي لا اي مرض ممكن يسبب نقصة في الصفايح الدموية يعني ما عندوش ليور ديزيز ما عندوش مثلا اي اي في ما عندوش لوكيميا ما عندوش اي مشكلة خالص كمان بالفحص انت كشفت عليه وملقتش مثلا تدخم في العقد اللنفوية ما لقتش اي علامات لتدخم طحال ما لقتش اي علامات لأي مشكلة اخرى وما فيش تاريخ مرضي حتى لأدوية ان هي تعمل نقصة في الصفايحة الدموية يعني العيان ما خدش ادوية جديدة ولا اي حاجة خالص فغالبا المريض ده او المريضة دي عندها ITB Immune Thromboethythopenia والITB احنا بنشخصها اصلا By Exclusion ان احنا نستبعد كل الاسباب التانية فانت المريض لو جالك بالشكل ده والصفايحة الدموية بس هي اللي قليلة Isolate Thromboethythopenia في الحالة دي بنعمل شوية تفحصات عشان نستبعد اشهر الاسباب التانية وبعد كده نقول يا عم دي خلاص ITB فبنعمله تحاليل ايه بقى الراجل ده تعمله ايه لما يجي لك طبعا انت عملت له CBC هتعمله بقى بريفرا بلادسمير لازم لازم بريفرا بلادسمير ويمكن عايز اقول لك ان دي المعلومة اللي تطلع بها من الحلقة بتاعت النهاردة اي عيان جاي لك صفايحة الدموية بتاعته قليلة اعمد له بريفرا بلادسمير او بلاد فيلم ده هيبين لك اسباب كتير جدا لو كانت الحالة مش ITB في حالة ITB بقى هيلاقي ايه هيلاقي ان الصفايحة الدموية فعلا قليلة شوية وممكن يلاقي large platelet و normal sized platelet يعني فيه شوية شكلهم كبار وشوية شكلهم صغيرين كده والصفايحة الدموية عموما عددها قليلة ديها في حالة ال ITB لكن ممكن يقول لك اسباب تانية كتير هنبقى نتكلم عنها بعد شوية لكن المهم عيان انت شاكك ان هو ITB يبقى اول حاجة تعملها له CBC كده كده هو عملها تعمله بريفرا بلادسمير بعد كده تعمله HIV انتيبودز تعمله اختبار بتاع ال HIV لانه من ضمن العدوى اللي ممكن تعمل ثرومبوسايتوبينيا وممكن تبقى الثرومبوسايتوبينيا دي او نقز الصفايح هي العلامة الاولى لمرض ال HIV كمان هتعمله HCV هباطايت السي تعمله مثلا هباطايت السي انتيبودز الاول لو طلعت ايجابية اعمله بي سي آر لان برضو فيروس سي من ضمن الاسباب اللي بتعمل ثرومبوسايتوبينيا وخلي بالك انا بتكلم هنا على انفكشن مش عن مش عشان فيروس سي عمل تلايف في الكبد لا هو مجرد العدوى بفيروس سي حتى لو الكبد سليم تماما ممكن يعمل ثرومبوسايتوبينيا ده بخلاف طبعا لو حصل لفيرت سيروزيز وبورتال هايبرتينشن برضو ممكن يعمل فالمهم ان انت هتفحص هباطايت السي فيروس طيب المريض بتاعك تعمله بون مارو ايجزامينيشن تعمله بازل النخاع العظمي ده وتحلله اسبيريشن انت بيوبسي قالك لو كان اقل من ستين سنة ما تعملوش لان غالبا الحالة اي تي بي زي ما قلنا مش بنحتاج البون مارو ايجزامينيشن لكن في بعض التوصيات دلوقتي بتقولك لو المريض بتاعك كبير في السن اكتر من ستين سنة اعمل له بون مارو ايجزامينيشن عشان نستبعد الاسباب بتاعت البون مارو والمييلو ديس بلاستيك سندروم والحاجات دي يعني فلو كان اكتر من ستين سنة اعمل له بون مارو ايجزامينيشن كمان ممكن نعمله اتش بايلوري انتجين انستول مثلا يعني نفحص عن جرسومة المعدة او ندور على جرسومة المعدة ساعت بيبقى ليها علاقة كده بالثرومبوسايتوبينيا خصوصا لو معها اعراض شديدة واخيرا تعمله دايريكت كومبس تيست عشان تشوف فيه تكسير مناعي لكرات الدم الحمرة ولا لا لان فيه اسباب كتير بيبقى معاها تكسير في كرات الدم الحمرة ونقص في الصفايح الدموية هي دي التوصيات بتقولك لو الحالة جايلك بايت بي او انت شاكك ان هي ايت بي تعمل لها فحوصات ايه لكن انا بقولك زود كمان من عندي كده ممكن نعمله سونار على البطن والحوض اشعة تلفزيونية هتورينا طبعا الكابت وهتورينا الطحال وهتورينا لو فيه لين في نوتز مثلا ولا حاجة او ماس او اي حاجة تانية فنعمله سونار حاجة نان انفيسف ورخيصة وكويسة كمان ممكن نعمله كدني فانكشن تيست نعمله وظائف كلا كمان لفر فانكشن تيست نتطمن ان الحاجات دي شغالة كويس وبعد ما استبعدنا كل الاسباب التانية فالحالة كده غالبا اي تي بي وغالبا بتتعالج بالكورتيزون احيانا بالاميونو سابريسيف لو ما فيش نتيجة مع الكورتيزون مثلا وممكن بعض الناس بيدوا حاجة اسمها تي بي او حاجة تشتغل زي تي بي او كده عشان تزود انتاج الصفايح الدموية والحالات البسيطة خالص او الميلد فورم ممكن حتى ما يدهاش اي علاج وانتبعها فقط لان هي ممكن مع الوقت تتحسن اصلا لوحدها اقل من 10 تلاف في الحالة دي بنخاف طبعا من وفي الحالة دي ممكن ننقل صفايح دموية لكن القاعدة العامة مش بننقل صفايح دموية وكده يبقى تكلمنا عن الحالة الاولى اللي هو مريض بالتاريخ المرضي مفيش فيه اي مشكلة خالص ولا ادوية خدها تعمل كده وبالفحص مفيش فيه اي مشكلة خالص والبلاط فيلم اللي انت عملته كمان مش مطلع اي مشكلة خالص فالحالة دي كده غالبا اي تي بي طب افرد يا دكتور بقى فيه سبب تاني هو اللي عمل نقص صفايح والحالة مش اي تي بي ازاي نعرف السبب التاني ده بقى في الحالة دي بقى يعمل بندق هنمشي سيستيماتيك عشان نوصل للسبب اللي عمل نقص في الصفايح الدموية فطالما هنمشي سيستيماتيك اول حاجة نتكلم عنها ايه التاريخ المرضي هستري اول حاجة نشوف هل المريض ده معاه تحليل قديمة مثلا وكان فيها نقص في الصفايح الدموية لانه مثلا لو عامل تحليل من سنة واثنين والصفايح الدموية عنده قليلة بشكل بسيط بقى لها فترة طويلة فغالبا دي حالة بسيطة ومش خطر وغالبا يعني مش هنجري وراها قوي الموضوع هيبقى بسيط ان شاء الله تاني حاجة هنشوف التاريخ المرضي في العائلة هل اخوه مثلا عنده نقص في الصفايح الدموية او حد من اقربه من الدرجة الاولى مثلا لان ممكن تكون دي حالة ولو ان دي نادرة شوية وفي الحالة دي لو عملنا له بلات فيلم هنلاقي الجيانت بليتليتس هنلاقي صفايح الدموية حجمها كبير جدا النقطة التالتة طبعا هي الادوية لازم نشوف المريض خاد ادوية ممكن تسبب نقص في الصفايح الدموية ولا لا زي من اشهر الادوية دي الكنين اللي هي الحاجات اللي بنستخدمها في علاج الملاريا وممكن تسعب تدخل في بعض المشروبات والكنين ده بيعمل نقص الصفايح بكزا طريقا يعني ممكن يعمل تكسير طرفي للصفايح الدموية في الدورة الدموية ممكن يعمل يخلي النخيا العظمي نفسه ما ينتجش صفايح دموية ساعات بيعمل بقى حاجة خطيرة اسمها دراج انديوث ثرومبوتك مايكرو انجيوباثي اللي هي حالة زي التي تي بي والإتش يو اس اللي هو الجسم بيكون جلطات صغيرة في البلود فيسلز صغيرة جدا وبيستهلك الصفايح الدموية في تكوين هذه الجلطات المهم اعرف بس هل العيان بتاعك بياخد كنين مسلا ولا لا بعض الأدوية الثانية زي ما قلنا مثلا فانكوميسين ريفيامبسين احيانا حتى الامبسيلين ببراسيلين فنوتوين الحاجات اللي قدامك دي والأدوية اللي قدامك دي نشوف التاريخ المرضي بتاعها ممكن يكون المريض خدها لو الحالة كانت دراج انديوث ترومبوسايتوبينيا فغالبا الموضوع بيظهر بعد مثلا اسبوع او اكتر من بدء العلاج ده لو اول مرة ياخد هذا العلاج لكن لو كان خده قبل كده فممكن يظهر بعد ساعات قليلة من اخذه العلاج يعني لو كان خده قبل كده مثلا من ستة شهور او اكتر ممكن يحصل بعد ما ياخد العلاج المراضي بساعات قليلة وغالبا المريض ده لو انت شكيت انه هو دراج انديوث ترومبوسايتوبينيا ومفيش اي حاجة تاني خالص فلما بنوقف الدواء الصفايح الدموية بدرجع طبيعية في حوالي خمس او سبع ايام وهنا بقى يعمل بندق نتكلم عن جزئية مهمة ده غالبا المريض بيبقى عندك محجوز في المستشفى لانه اصلا بياخد هبارين او بياخد لومولوكلارويت هبارين يعني هو عنده مشكلة وعشانها بياخد مضاد للتجلط في الاساس يعني ده مريض عنده مشكلة انت هتبقى عارفها فبعد المرضى اللي بياخده هبارين خصوصا انفركشنيتد هبارين ممكن يحصل معهم نقص في الصفايح الدموية والمريض في الحالة دي بيبقى عرضة للجلطات يعني ممكن يتكون جلطات وتستهلك هذه الصفايح الدموية مع انه بياخد الهبارين اصلا عشان يمنع الجلطات بس دي طبعا نسبة قليلة لكن تبقى عارفها خصوصا مع الانفركشنيتد هبارين وامتى تشك في المريض بتاعك انه حصل معه اتش اي تي تشك فيه لو حصل معه ان الصفايح الدموية نزلت بعد ما بدأ ياخد الهبارين تقريبا بخمسة ايام المستوى نزل عن الطبيعي او حتى نزل 50% عن الاياس الاول له يعني نفرض ان مريض عندك بدأ ياخد هبارين وقبل ما ياخد الهبارين كانت الصفايح الدموية عنده ربعمائة الف فبعد ما اخد الهبارين بخمسة ايام وانت بتابع كده الصفايح الدموية بتاعته لقيتها اصبحت 180 الف تقول لي لا ما هي طبيعي لسه طبيعي اقولك لا ده نزلت اكتر من 50% من الاساس بتاعه يبقى الراجل ده تشك ان بيحصل معه اتش اي تي ولازم نوقف الهبارين فورا والمريض ده زي ما قلت لك بتعرفه من التحليل او لو الحالة ساقت للأسف او حصل ثرمبوزيز في اي مكان هيبقى عنده ثرمبوزيز هيبان يعني ممكن يحصل عنده لمب اسكيميا ممكن يحصل عنده سكين نكروزيز ممكن يحصل معه بالموناري اومبوليزم ممكن يحصل معه ستروك يعني ممكن يجيلك بقى اعراض للثرمبوزيز وعلاج المريض ده ان احنا لازم نوقف في الهبارين او اللومولوك لروية هبارين وندي انواع اخرى من مضادات التجلط للمريض ده النقطة الرابعة في التاريخ المرضي هي العدوى نشوف المريض بتاعنا عنده عدوى او جاء له عدوى قريب ولا لا العدوى بتعمل نقص صفايح دموية بكذا طريقة وطبعا لو حصل سيبسز او سيبتيك شوك دي حاجة تانية وبرضو بتعمل نقص صفايح دموية دي هنتكلم عنها بعد شوية لكن هنا انا بتكلم عن العدوى اللي لسه ما وصلتش للسيبسز او السيبتيك شوك لسه في بدايتها شوية يعني فممكن فيرال انفكشن او عدوى فيروسية تعمل كده تعمل نقص في الصفايح الدموية زي ما قلنا اله اي في اتش سي في انفكش واسمونونوكلوزيس كوفيد ناينتين احيانا سايتوميجالو فيروس وغيرها كمان عدوى بكتيرية زي البروسيلوزيس مثلا وزي اله بيلوري وغيرها برضو ممكن يعمل نقص صفايح الدموية كمان التج برون ديزيز اللي بتتنقل عن طريق البعوض والنموز زي ما تكلمنا في الحلقات قبل كده زي مثلا مالاريا زي الدينجي فيفر ممكن تعمل كده فلازم نشوف هل في تاريخ مرضي للعدوى او حتى تاريخ مرضي للصفر لمنطقة موبوئة باحد هذه الامراض ولا لا او حتى تاريخ مرضي للأعراض قريب حمى الرعشة المفاصل والعضلات تدخم في العقد اللينفاوية وهكذا النقطة الخامسة في التاريخ المرضي هو التاريخ المرضي لأي مرض اخر ممكن يعمل نقص في الصفايح الدموية زي من اشهرهم اللي كلنا نعرفهم طبعا اي مرض في الكبد والطحال امراض الكبد ممكن تعمل بسبب تدخم الطحال نفسه يعني تدخم الطحال هيعمل نقص في الصفايح الدموية كمان الكبد نفسه في الحالات الشديدة يبدأ ما يطلعش TPO المادة اللي بتحفز او بتساعد فيه انتاج الصفايح الدموية كمان سوق التغذية ممكن يصاحب هذه الامراض هل في تاريخ مرضي لأي امراض مناعية او التهابية اخرى زي مثلا الزئب الحمرة او سيستيم كلوبس زي روماتويد ارترايتز بنقول عليه الروماتويد وهكذا ولو بالتاريخ المرضي لقيت ان فيه اعراض تشككك في اي نوع من دول فانت هتعمل الفحوصات اللازمة ليه في حلقات عنهم تقدر تشوفها تعمل الفحوصات عشان تشوف عنده سيستيم كلوبس ولا عنده روماتويد ارترايتز ولا لا هل فيه تاريخ مرضي لسرطان في الدم مثلا لوكيميا او لينفومة او حاجة او حتى سرطان في اي جزء اخر من الجسم ولا لا ممكن المريض يقولك انا اصلا عندي لوكيميا يا دكتور ممكن مريض يقولك انا عندي ابلاستيك انيميا ممكن يقولك انا عندي مايولوفيبروزيس يعني لو هو فيه تاريخ مرضي لمرض سواء سرطان او امراض من اللي تعمل فممكن يكون هو ده السبب وده طبعا غالبا بيكون بيتابع مع الدكتور بتاعه المتخصص في امراض الدم هل فيه تاريخ مرضي للعلاج الكيماوي او الاشعاعي برضو الريديوثيرابي والكيموثيرابي ممكن يعمل نقص في الصفايحة الدموية هل المريض عنده مشكلة نازفية بينزف بقاله فترة كبيرة مثلا كورونيك جي اي تي بليدنج عنده مثلا بواسير وعمال ينزف بقاله فترات طويلة او اي مشكلة تانية في الجهاز الهضم وبينزف لان ممكن النزيف ده يعمل انيميا وممكن يعمل ثرومبوسايتوبينيا النقطة السادسة في التاريخ المرضي هو التاريخ الغذائي تشوف المريض بتاعك ده بيأكل اصلا كويس ولا ما بيأكلش زي ما قلنا الناس المشردين في الشوارع التغذية بتاعتهم سيئة بعض المرضى النفسيين مفيش اللي يهتم بيهم بشكل كويس وهم مش بيهتموا بنفسهم بشكل كويس فيبقى عندهم سوق تغذية الناس النباتيين اللي مش بيأكلوا لحوم خالص برضو ممكن يبقى عندهم سوق تغذية ويبقى كده تكلمنا عن التاريخ المرضي اللي انت قاعد تدردش مع المريض بتاعك واللي بيفتح لك سكك كتير عشان تقدر توصل للسبب نيجي للنقطة اللي بعد كده اللي هي الفحص تفحص المريض بتاعك عشان برضو نكمل الصورة ونشوف المشكلة فين فأول حاجة تشوف هل في enlarged lymph nodes في عقد لنفوية متضخمة عند المريض بتاعك ولا لا ممكن ده يكون بسبب انفكشن بعض العدوى تعمل تدخم في العقد اللنفوية زي ما قلنا الHIV Infectious Mononucleosis Toxoblasmosis Cyto-migelovirus وغيرها عدوى تعمل تدخم في العقد اللنفوية وتعمل نقص في الصفائح الدموية كمان التدخم ده ممكن يكون بسبب ليوكيميا او لنفوما او حتى بعض الامراض المناعية والالتهابية زي مثلا ساركويدوزيز زي سيستيمي كلوبوس وغيرها كمان طبعا بالفحص لازم تشوف المريض بتاعك عنده تدخم في الطحال ولا لا لان زي ما قلنا ممكن تدخم الطحال يكون سبب في نقص الصفائح الدموية مريض مثلا عنده لنفوما مريض تاني عنده liver disease وبورتال هيبرتنشن مريض تاني حصل له infiltration بأميلوديوزيز مثلا بمتاستاتيك تيومر مثلا او بقرة ثانوية وهكذا نشوف الطحال بتاع المريض اخباره ايه كمان نفحص منطقة الكبد ونشوف هل فيه enlargement الكبد متضخم هل فيه tenderness الكبد مؤلم يكون مثلا هيباتايتس او يكون liver disease كمان طبعا تبص على مفاصل المريض هل فيه deformity ولا حاجة زي ما بيحصل في حالات الروماتود أرثرايتس كمان تشوف العلامات النزفية اللي على المريض الصفايحة الدموية غالبا بتيجي بأعراض في الجلد حاجة زي البيتيكي مثلا nonbalbalbulberbera ecomosis دي الحاجات الأكتر اللي ممكن تيجي مع نقص الصفايحة الدموية لكن لو لقيت مثلا بالبابولبيربرا ممكن تكون vasculitis أصلا الحالة تطلع vasculitis لو لقيت intra joint bleeding نصف دخل المفاصل نفسها او intra muscular bleeding ممكن المريض عنده هموفوليا مثلا فشكل النزيف وشكل الأعراض النصفية برضو ممكن تساعدك كتير طبعا نقص الصفايحة الدموية في الحالات الشديدة قوي ممكن يعمل GIT bleeding وممكن يعمل interacrinial hemorrhage وحاجات زي كده لكن احنا بنتكلم على الحالات الأبسط شوية كمان طبعا من ضمن الفحص اللي انت بتعمله بتشوف هل في علامات للسبسز ولا لا احنا قلنا الانفكشن في الحالات الشديدة لما توصل لسبسز أو ممكن تكون سبب في نقص الصفايحة الدموية فنشوف مثلا هل في فيفر هل ضغط الدم قليل هل ضربات القلب سريعة هل تشوفها موجودة على المريض بتاعك ولا لا وطالما جينا نتكلم عن السيبسز بقى تعال نتكلم على ده طبعا مشكلة خطيرة جدا ممكن يحصل بسبب السيبسز والعدوى وممكن يحصل بسبب جراحة مثلا ممكن يبقى لعلقة بالحمل كده ومشاكل الحمل ممكن يبقى فيه واحد مثلا النقل الدم مش نفس الفصيلة بتاعته بعد انواع الليوكيميا زي فالمهم لاسباب كتير ممكن تعمل من ضمنها السيبسز وفي الدي اي سي بيبقى برضو نفس المشكلة بيحصل جلطات صغيرة كتير بتستهلك الصفايح الدموية وبتستهلك كمان عوامل التجلط الاخرى فلما تيجي تعمل فحوصات لدي اي سي بتلاقي الصفايح الدموية قليلة البلتلت قليلة بتلاقي البي تي والاي ان ار عاليين تيجي تعمل دي دايمر تلاقيه هو كمان عالي تيجي تعمل فيبرونجين تلاقيه قليل كل الفحوصات دي تقولك ان الحالة دي دي اي سي طبعا دي حالة خطر جدا جدا دعناية مركزة طبعا وعلاج الحالة دي طبعا بيكون علاج السبب رقم واحد ولو مافيش نزيف شديد فاحنا بنيدي انتيكواجيليشن لهذا المريض لان احنا زي ما قلنا في جلطات جديدة عمالها تتكون اما لو في نزف جديد فالمريض ده بنوقف النزف عن طريق ان احنا ننقله صفايح دموية وننقله بلازمة كمان من ضمن النقط اللي احنا بندور عليها في الفحص هل في علامات لثرومبوزيز ولا لا يعني انت مريض جايلك بثرومبوسيتوبينيا نقص الصفايح نموية وبرده بنشوف هل حصل جلطات ولا لا لان زي ما قلنا بيبقى في حالات السبب في نقص الصفايح هو استهلاكها في جلطات جديدة فنشوف المريض بتاعنا هل معه هيميباريسيز شلل في نص جسمه مثلا هل بدأ يبقى في كومة هل في تشنجات سيجرز هل في ديفيتي جلطة في رجله مثلا هل في سكينيكروزيز او غرغرينة في الجلد او في احد الاطراف حاجات زي كده يعني تقول ان في ثرومبوزيز وبرده دي حالات خطر كلها محجوزة في العناية غالبا والاسباب اللي تعمل ثرومبوزيز مع نقص الصفايح دموية كلمنا عنها كده اللي هي طبعا احد الاسباب ثرومبوثايتوبينيا دي اي سي لسه متكلمين عنه كمان بقى ممكن تي تي بي ثرومبوتوك ثرومبوثايتوبينيك بيربرا اتش يو اس وهنقول عنهم نبزة كده في نهاية الفيديو وكده يبقى تكلمنا عن جزئيتين مهمين جدا عشان تحدد سبب نقص الصفايح الدموية اللي هو التاريخ المرضي والفحص دلوقتي بقى نتكلم عن الفحوصات نفسها الانفتيجيشنز اللي انت عملتها او هتعملها ممكن كمان تساعدك في التشخيص مثلا لو انت شكت من خلال التاريخ المرضي او الفحص ان في اي مشكلة معينة فانت اكيد هتعمل الفحوصات ايه اللي تشخص لك المشكلة دي؟ يعني واحد التاريخ المرضي تتاعه ومفيش فيه اي مشكلة بس لما جيت تفحصه ولقيت الكابت متضخم مثلا في الحالة دي طبعا هتعمل له التراساونت سونار تعمل له وظائف كابت هتعمل له وهكذا يبقى تشوف المشكلة اللي في الكابت ايه واحد تاني لقيت عنده العقد الانفوية متضخمة يبقى تدور هل فيه انفكشن فتعمل انفكشنز مونونيكليوزيز الفحوصات اللي بيين لك نوع العدوى او مثلا لو انت شكيت ان دي لينفومة المريض مثلا عمال يعرق وبيجيله حرارة كل يوم بالليل ووزنه نزل جامد فانت شكك ان دي حاجة ماليجننت بناخد واحدة من هزيه العقد الانفوية ونحللها عشان نشوف مثلا هل فيه لينفومة او اي ماليجننت اخر ولا لا فالقصده ان انت بالتاريخ المرضي او بالفحص لقيت اي مشكلة هتجري وراها وتعمل الفحوصات بتاعتها عشان تشوف هل هي موجودة ولا لا وتبقى هي دي السبب فيه نقص الصفاحة الدموية ثانيا احنا قلنا ان اي مريض على وجه الارض حصل معه في رومبوسيتوبانيا او نقص في الصفاحة الدموية لازم نعمله برفرة بلاد سمير او بلاد فيلم الرفرة بلاد سمير زي ما قلنا ممكن يعرفك تشخيصات كتير ممكن يفرقلك المشكلة ايه بالزبط مثلا لو قالك ان فيه شستوسايتس او فرجمنتد ار بي سيز في الحالة دي خلاص انت التشخيص بتاعك اما تي تي بي اما اتش يو اس اما دي اي سي اما دراج انديوزد ثرومبوتك مايكروانجيوباتي شستوسايتس خلاص هم التشخيصات اللي بتعمل شستوسايتس ممكن مثلا يقولك ان انا لقيت ميولوبلاستس اماتيور ويت بلاد سيلز يعني ويت بلاد سيلز غير ناضجة او ديس بلاستيك ويت بلاد سيلز في الحالة دي تشخيص لابعا غالبا اما اليوكيميا اما ممكن البلاد فيلم يقولك انا شايف سفيروسايتس يبقى الحالة اما هيريديتريت سفيروسايتوزز مثلا اما اوتوميون همولوتك اناميا لان الاوتوميون همولوتك اناميا ممكن تصاحب نقص الصفايح الدموية في بعض الحالات ممكن يقولك انا شايف يعني حاجة كده تقولك ان في عدوى ممكن يوريك دي بتبقى في حالات نقص فيتامين بي 12 نقص الفوليت نقص الكبر ممكن يوريك حاجة اسمها اليوكو اريثروبلاستيك تشينجز حاجة مثلا زي او نيوكلياتيد اربيسيز او اماتيور جرانيولوسايتس ودي حاجات بتبقى موجودة في والميتاستاتيك كانسر والحاجات دي فهيعرفك هيقولك الصورة دي ايه وغالبا بتشير الى ايه ممكن تلاقي الجيان تبليتلتس الصفايح الدموية ضخمة جدا في حالات الكونجينيتل الحالات اللي هي الوراثية بس دي نادرة يعني ممكن تلاقي يعني خلايا الينفوية يشكلها مش طبيعي في حالات الفيرل انفكشن ممكن تلاقي انتراسيلور برازايت محنا في حلقة الملالية يقولها بنتشخصها بالثيك فيلم وبنتشخصها بالبلاد فيلم اصلا فممكن تلاقي البرازايت نفسه موجود داخل الخلايا فالمهم ان البرفر البلاد سمير او البلاد فيلم حاجة مهمة جدا جدا فانت تطلبه للمريض بتاعك وهيجيلك المعلومات الكاملة اللي يقولك الحالة دي ايه ان شاء الله ثالثا لو مريض جايلك من البداية وكانت الصفايحة الدموية بتاعته قليلة ومعاه حاجات كمان قليلة لين اخر قليل يعني كرات الدم الحمراء قليلة او الويد بلاد سيلز كرات الدم البيضاء قليلة او كلهم قليلين يعني في باي سايتوبينيا او بان سايتوبينيا فالمريض ده هنعمله بون مارو اجزامينيشن يعني هنعمل فحص او بازل للنخاع العظمي وتحليله عشان برضو يبينلك هل في سبب عمل بون مارو عمل فشل في المصنع نفسه ان يكون كرات دم حمراء او كرات دم بيضاء او صفايح دموية زي طبعا الليوكيميا زي الاسباب كلها اللي بتعمل بون مارو وغالبا البون مارو اجزامينيشن بنطلبه زي ما قلنا لما يكونك حاجة كمان مع الصفايحة الدموية منخافضة او لو مريض اكتر من ستين سنة زي ما قلنا نطلبه مش هنخسر حاجة وكده نقدر نقول ان احنا نلم الموضوع كله ازاي المريض لما فيش عنده اي اعراض ولا تاريخ مرضي ولا بالفحص لقينا اي حاجة ولا بياخد ادوية تعمل تكسير او تعمل نقص في الصفايح الدموية فغالبا المريض ده ونعمله شوية الفحوصات دي عشان نتأكد ان ما فيش مشكلة اخرى هي السبب في هذا ال اي تي بي او مشكلة اخرى هي السبب في نقص الصفايحة طب المريض مش اي تي بي في حاجة تانية هي السبب في الحالة دي هنمشي سيستيماتيك ناخد تاريخ مرضي زي ما قلنا ونفحص المريض بتاعنا كويس برضو نشوف في اي علامة تشير الى مرض يعمل نقص الصفايحة دموية ولا لا وكمان نشوف البريفرال بلد سمير او البلد فيلم قال ايه لو المريض بتاعك جاي لك بنقص صفايحة دموية ومعاه نقص قرات دم حمرة او نقص قرات دم بيضة فالمريض ده بنعمله بوه مرقوكزامنيشا لو المريض بتاعك معاه نقص صفايحة دموية ومعاه فغالبا الاسباب اللي تعمل كده زي ما قلناهم الخمس اسباب دول لو المريض بتاعك محجوز في المستشفى او العناية المركزة وحالته سيئة جدا فغالبا رقم واحد السيبس ازا هو اللي بيعمل كده بعد كده ممكن بعد كده ممكن بعد كده ممكن برضو باقي الاسباب لكن اشهر حاجة هي السيبس طيب انت يا دكتور مش قلتلنا هتتكلم عن تمام يا عم بندق بص يا سيدي التي بي والاتش يو اس دول برضو مرضين نادرين الحمدلله يعني مش كتير الحمدلله بيحصل فيهم مشاكل وبيحصل فيهم جلطات صغيرة في الاوعية الدموية والمجموعة دي من الامراض بنقول عليها ثرومبوتوك مايكروانجيوباثي وتكوين الجلطات في هذي الامراض هو ده اللي بيعمل استهلاك للصفايحة الدموية الصورة المرضية للمريض او بيبقى معاه ايه بنلاقي نقص في الصفايحة الدموية بنلاقي ثرومبوزز يعني معاه انه فيه نقص لكن فيه ثرومبوزز بنلاقي هوموليتيك انيميا تكسير في كرات الدم الحمرة بنلاقي اكيوت رينال فاليار فشل في وزائف الكلا بنلاقي سي ان اس سيمتومز علامات على المخ والاعصاب وكمان ارتفاع درجة الحرارة والتفريقة بينهم ساعات تبقى صعبة بين التي تي بي والاتش يو اس لكن في بعض الفروقات البسيطة كده مثلا الاتش يو اس غالبا بييجي في الاطفال اقل من خمس سنين غالبا بيجي في الاطفال وغالبا بيبقى مشاكله على الكلة اكبر من مشاكل المخ والاعصاب يعني يأثر على الكلة بسرعة وطبعا في البلاد فيلم قلنا هنلاقي الشيسوسايدز العلاج بتاعه بيبقى سابورتف كير غالبا ولو المريض بتاعنا احتاج دياليسيز او غسيل الكلة وبنغسله ونعالج الضغط بتاعه لو مرتفع ولو جي في الكبار يعني ففيه بعض الادوية يعني ممكن نستخدمها اما التي تي بي غالبا بيجي في الكبار او البالغين وغالبا بيبقى مرتفع درجة حرارة ويبقى معاه تأثيرات على الـ CNS اكتر من تأثيراته على الكلة يعني المريض ممكن يجي بتشنجات يجي بكومة يجي بهميباريسيز او شلل في نص جسمه وهكذا حاجات تابع المخ والاعصاب اكتر برضو في البلاد فيلم هنلاقي الشيسوسايدز وفيه تحليل كمان كده ممكن يساعدنا في التشخيص ومن ضمن العلاج في التي تي بي هو البلازما فريسيز ممكن استيرويدز وعلى حسب يعني كل حالة طبعا الحالات الخطر دي لازم طبيب امرأة دم يكون مشترك معانا في العلاج او هو اللي يعالجها اما الـ BNH او البركسيزمال نكترنا الهموغلوبنوريا ده مرض غراسي بيبقى فيه مشكلة انه بيحصل تكسير في كرات الدم الحمرة ويبقى معاه نقص في الصفاحة الدموية وممكن كمان نقص فيه كرات الدم البيضة ومعاهم كمان ثرومبوزيز يعني ممكن يبقى بانسايتوبانيا ومعاهم ثرومبوزيز او بيحصل معاهم جلطات لكن ده مرض نادر جدا والاعراض اللي بيشتكي بها المريض ده بيجي بشتكي بين انه هو عنده فتيج بيتعب بسرعة عمال ينهج فشل في وظائف الكلى البول بتاعه بيبقى غامق جدا خصوصا بالليل وغيرها وغيرها من الاعراض والعلاج بتاعه ساعات بيده زائد طبعا سابورتوف تريتمينت ممكن ينقله دم ممكن ينقله صفايح حسب يعني كل حالة وهي كمان ممكن يعني لكن دي حالات زي ما قلنا صعبة ولازم حد متخصص جدا هو اللي يعليقها وبكده يبقى خلصنا حلقتنا النهاردة اتمنى يكون موضوعنا الساستفايح الدموية بقى يعني سهل شوية وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير شكرا لحضراتكم